تعالنا نتكلم عن الحواجب. هي الحواجب لها فايدة. لو انا سألت واحد على فايدة الحواجب وقولي انا بلعب حواجبي يعني مدام بيلعب حواجب. اهنا عندنا الشارع اسمه شارع الشواربي وشارع الحواجبي. مش كده. فكل واحد له شارع. الحواجب دي لها فوائد. اه لها فوائد. ايه يا بقى. اول حاجة كسر الاشعة الشديدة اللي بتيجي على العين. خلاص دي وقاية للعين. الحاجة التانية العرق. لما تيجي تعرق هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى العرق بينزم هنا او من دماغك يروح جاي على الجنبين يروح نازل على الجنبين عشان ما ينجي ما يجيش على عينك يبقى عمزة مية النار. يبقى مهم جدا ان ربنا خلق الحواجب. انا مرة قابلت با استاذ كان استاذ دكتور يعني. فبيشرح في سيولوجيا فقول ربنا عمل حاجات كتير مش عار فين لها فايدة. فقلت له زي قال لي زي الضوافر وزي الشعر وزي الحواجب وزي الشنب. حاجات كده ملهاش لازمة يعني. والزاي ده وربنا خلق ازاي ده ملهاش لازمة يعني ربنا سبحانه وتعالى كان مفروض يتقنى شوية في القلب. والحاجات الملهاش لازمة دي بلاش نخلقها يعني. فانا قلت له والله العظيم ربنا ما خلق حاجة عبس. ابدا. وبعدين بتدي المنظر الجمالي. تخيل انسان من غير حواجب. بيلاعب حواجب ازاي. يعني هون غير حواجب. طبعا في بعض السيدات ما بيعجبهاش حواجبها خالص. فبتشيل الحواجب خالص. وبتحطي لي ايه? قلم. وساعات تعمل القلم تمانية تبقى عاملة زي الشيطان. الشيطان شيطان. وخاصة بقى لو كانت متحدثة بقى من حقوق المرأة وحروق الانسان والحاجات الحلوة دي. ونخش على الرموش. الرموش دي معجزة من معجزات اللي عز وجل. طبعا لو شفت الرموش مثلا في الحيوانات الصحراوية زي الجمل او غيره. تلاقيها مصافي. بتشيل اتربة وتشيل حاجات وا وا وا. وتمنع الانعكاسات الضوئية على العين عشان ما تدمرهاش وبتعمل حاجات جميلة جدا. كارسة كبيرة لو لو شعراية انتنت جوه العين. يعني شوف الجفن ربنا عامله البرة. يعني زي ما قول بعض العضلات العصرة. طبيعتها انها قفلة زي الشرج او الرحم. طبيعتها قفلة. والحمد لله انها قفلة على طول. لانها لو تفتحت حباز الدنيا. ما بتتفتحش الا بالارادة. زي فتحة الانف. طبيعتها انها ايه? مفتوحة مش مقفولة. ودي من رحمة ربنا. شوف ربنا حمل عضلات. طبيعتها قفل. وعمل عضلات طبيعتها. ادخال دي يعني عبقرية الخارق سبحانه وتعالى.